بسم الله والحمد الله والسلام ورسول الله النهاردة نتكلم عن سيفي واحد لسه متخرج حديثا هو فعلا انا بشرف سيفي دلوقتي قدامي واحد لسه مشروط تخرج بتاعك الانبارح فهو بعد سيفي فنحنا كنا نتكلم بل كده الكلام عام عن اي سيفي ايه العيوب و ايه المشاكل الموجودة فيه وان شاء الله تلاقي الفيديو دوت في وصف الفيديو الحالي على اليوتيوب فدلوقتي ايه الحاجات الخاصة بواحد لسه متخرج حديثا اولا منطقيا ان السيفي بتاعه يبقى فضي لو كتب ان هو خبرة عشرين سنة يبقى كده هو ايه بيهجص وما ببصش على سيفيه خلص طيب دلوقتي ايه اللي هيماس السيفي ده عن اي سيفي تانيه ده يجب تدور على المزايا اللي فيك مفيش حد هيعرف فاك اكتر من نفسك فاعرف نفسك واعرف ايه المزايا اللي عندك السيفي بش حاجة فضية بتجيبها من العنت وتعود تكتبها لان العنت ده ببقى فيه الحياة العامة اللي هي ادوكيشن اكسيبيريانس سكيلز فهتملاها وكل زمالك هيملوها بش يبقى فيه ميزة ليك عن غيرك ايه المزايا اللي انت ممكن تحطها اولا هتكتب مثلا الحياة اللي انت ادربت فيها تمام مثلا روح تدربت في كوكب كريبتون او كوكب المشترى هتكتب ان انت ادربت في المكان الفلاني وتكتب وصف اللي انت عملته في المكان دوت لان انت لو كتبت الخبرة بتاحتك بقى بش كده بش هكمل نص سطر ادربت في ثلاثة ربعة اماكن مش هكمل الصفحة فتكتب صفحتين او ثلاثة فيها الحياة البهاريزي اللي انت عملتها فبتكتب مثلا انا ادربت في كوكب كريبتون كنت مسؤول عن تسليح الحديد او كنت مسؤول عن الازهر المعماري او كنت مسؤول عن الشرف على العمال فاطر كم شهر وتكتب بعدد الاشهر اللي انت اشغلت فيها تمام؟ من غير كدب لان كل حاجة تستقفش ماشي؟ وهتكتب مثلا لو انت اتبعت في حاجة يعني سيفيلو قدامي واحد معنا في مجلة بيم ارابية فمفروض دي اكتب انا كنت متطوع في مجلة بيم ارابية بعمل فيها كذا 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 مسؤول مثلا على المراجعة التقنية اي حاجة انت طوعت فيها هتبدأ تعملها الكورسات اللي انت خدتها ممكن تكون كورسات اونلاين تكتب لان انت لحاجة كويسة مشوشة كورسات اونلاين بيقول له ان الرجل ده بيدور على العلم عن نت ويدخل على كورسيرا او ادكس مزه حلوه ممكن تكتب البرامج بتوسع قليلا بمعنى Autocad2D ممكن تكون انت مثلا خبرة كويسة لما اشتره Autocad2D ببنع انا افرس المربع ومستطيعه او حاجات ديات لا اكتب انا امسلا من اول حاجة لحد ما بابعمل بابلش وسدر للناس وكذا الريفت انا بعرف اعمل مثلا هو شغال في التكييف يبقى انا بعرف اعمل الحسابات على التكييف وبعرف اعمل اصدر للاوتوكاد مظبوط وبعرف شغل مع الفريق وبنعمل مع بعض تكتب المزايا اللي فيها الفوتوشوب فوتوشوب دي الكلمة عامة ممكن يكون واحد بيعرف بس ايه يحط صورته على صورة حمار وهكذا كده يعني مش 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 متخصص فهو ممكن يكتب لا ده انا بعرف اعمل المجالة مثلا بالفوتوشوب وبعرف اعمل حاجات بروفوشنال وبعدك انا ممكن تعمل حاجات اسمها بروتوفوليو يعني بتعمل معرض لشغلك بتجيب ممكن ببروج متخصصة قبل باوربوينت تحط صور لشغلك وتصدرها بدي اف تمام الفيراي مستواك في وصل لفين ستري دي ماكس تقول مثلا انا بعرف اعمل موديلينج وبعرف اعمل ازهار عليه رندر وبعرف اعمل يعني الحاجات اللي انت بروفوشنال فيها بحاجات مطلوبة باش اساسيات تبدو تكتبها تمام البرامج اللي انت عارف فيها مستواك فيها ايه الحاجات البروفوشنال لو انت مهندس انا ما بفضلش ان انت تكتب بالمايكروسوفت اوفيس يعني مايكروسوفت اوفيس كل انا بس عفش شغل وورد وكسل واحد حاجات دي بس انت كتبها يبقى انت كده ممكن تشارف السكرتاري يقولك تب خذ اكتب لي الجواب دوت تمام فانت حاول تسوق لنفسك حاول تعتبر نفسك منتج وبتحاول تبيعه فبتظهر المزايا اللي عندك يعني مثلا مشروع التخرج بتاعك انت جايب فيه تأيدي رد ايه لو جايب امتياز او اكتب امتياز لو جايب مقبول خلاص ما تكتبش مقبول ولا ما تكتبش حكا خالص لو انت مثلا اتدربت في اي مكان سواء مسلا او رحت مسلا خدت دورة في معهد او كده هتبدأ تكتب للحاجات اللي انت خدتها الدورات اللي انت خدتها. لو في اي ميزة اي ميزة ادور كده مع نفسك كده ايه الحاجة اللي انت حاس انها ممكن تجذب عين الواحد يعني في حاجة ممكن تكتبها الخطط المستقبلية اللي انت عملها. انا ناوي في الست شور الجايين دونه. اتعلم مكتب فني. وسط شوري بعديهم هدخل مثلا اتعلم infer of workers في يعني. تبدأ تكتب خطط مستقبلية في لا يوجد مشكلة بشكل مميز وشكل جديد ويوجد صفات المكتوبة فيها الخطة المستقبلية هذا الرجل متخرج ولكن عامل لنفسه خطة بعد 3-4 سنين سيبقى واد بروفيشنل واد مالوش حل وانت كده بعد فترة هتلاقي سفي بتاعك انت نفسك بتعمل تبديل فيه يعني الاول مثلا كنت كاتب تدريب بعد كانت شغلت في شركة خلاص هتثبت ثبت في شركة وتلغي التدريب مثلا بعد فترة كنت كتب انت حضرت مؤتمر كذا 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 وبعد كده دلوقتي بقيت بتدي انت المحاضرات ديت فتكتب محاضر في كذا كذا فرش تكتب الاتنين يعني السفي بتاعك بش عشان هو اول مرة بدأ بثلاث صفح بعد 3-4 سنين هنالليه خمسين صفح لا هيفضل برث صفح وتشيل الكلام اللي هو بش مهم او الاقل اهمية وتخلي الحاجات اللي هي ابرز حاجة فيك لان بتاع الاتش ار او المهندس اللي يقف دي سفي بش عودي لون كله يقرى السفي لا ده هو عايز يقرى خمس دقيق فيلاقي خلاص هي ابرز حاجات موجودة في السفي هي تك 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 دي ابرز حاجات ابرز مدايع عندك دي ابرز حاجات وهيحصل عليها لما يعينك عنده ابرز حاجات 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 ابرز حاج